بمشاركة مصورات من 6 عشرة دولة افتتح مساء أمس معرض المصورات العربية الثاني المعرض الذي افتتح في المكتبة الوطنية يشارك فيه أكثر من 130 مصورة بمشاركة عدد كبير من الأعمال وتحت عنوان مصورات من بلدي افتتح مساء أمس في مكتبة الكويت الوطنية معرض المصورات العربية الثاني الذي يقيمه اتحاد المصورين العرب المعرض هذا خصيصاً لأخواتنا في البلدان العربية ويضم 16 دولة مشاركة بأصل 135 مصورة يعرضون أعمالهم في المعرض هذا المعرض هو الثاني الذي ينظمه الاتحاد بعد المعرض الأول الذي استضافته إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشارك في معرض الكويت مصورات يشاركنا للمرة الأولى فكرة المعرض أنه يجسد عمال فنانات سعوديات وعربيات عموماً في المجمل وهذا شرف لي طبعاً وأشف الشكر لاتحاد المصورين العرب لهذه المبادرة الجميلة كما شهد المعرض مشاركة عدد من المصورات اللواتي سبق لهن المشاركة في معارض أخرى مشابهة حقيقة أنا عاوز أشكرهم جداً لأنه مجهود بتاحهم كان رائع وما زال استراحة ما شاء الله ودي أنا فرصة عن نفسي أنا اداني فرصة أن أنا تعرفت على ناس جميلة جداً وناس حب شغلها وناس مقدرة اللي هي بتعملوا فعلاً فحقيقة أنا بشكرهم فعلاً وبشكر كل التيم اللي اشتغل في المعرض أن يطلع النتاج الحلو ده وعرضت في المعرض العديد من الصور التي عكست تألق المصورات العربيات في التقاط الصور وهو الأمر الذي مكنهن من منافسة مصورين الرجال في الكثير من المسابقات كما أن عدداً من هذه الصور اختيرت كأغلفة لروايات وكتب طبعت أو في طور الطباعة